في يوم طبيعي جداً نايم على السرير بتاعي وبقلب في التليفون وبتصفح موقع العصفورة تويتر إن فجأةً ألاقي تغريدة محتواها كالتالي على فكرة يا سمر مغلطتش لما عملت كده في الولند اللي كانت مزحبه وانا بقى أقرأ الكلام دوت وتعصم جداً لهو الزاعة يا جدهان الزاعة أي بعدها الفترة ألاقي إن في ناس كتير متخذين نفس الرأي ولاقي إن الممثل اللي عمل دور البطل متخذ نفس الرأي وفي تويتر كده نزلها وكتب فيها الكلام ده فهي أنا أبتديت أحس إن في شيء إضاءة وإنه لازم أخذ موقف من الموضوع ده وأفهم الناس اللي مش محملين سمر الخطأ بيفكروا إزاي وإيه اللي خلاهم يقولوا كده فأهلاً بيكم والنهاردة هنتكلم عنه هو فعلاً سمر عندها حق في الحقيقة إحنا لازم نعرف في الأول ليه الناس متعطفة مع توم اللي هو البطل بتاعنا أو الأغلبية يعني متعطفة معنا في الحقيقة الإجابة واضحة جداً شاب زي الفل دخل في علاقة مع بنت جميلة والدنيا زي العسر وهو حبها جداً إذ فجأة بيلاقي البنت دي بتقوله إنهم لازم يبطلوا يشوفوا بعض بدون أي مقدمات فإحنا بيس من الأول عارفين إن القصة اللي هنسمعها هي قصة منتهية من البداية أصلاً لإن إحنا بدأنا من المشكلة فإحنا عادي جداً في بداية الفيلم لحد بقى ما بنكمل وبنسمع القصة كلها ونوصل في النهاية واللوى بقى إيه؟ يا أولاد الكال في الحقيقة ده رد فعلي أغلبية الناس حلو جداً وده مرضو كان رد فعلي في الأول الدين البطل جداً وفطلنا نشتم ونلعن في سمر واللي عملته في الود وبوزيته وخليته يكتئب وكل الكلام الجميل ده حلو جداً تعالوا بقى نروح للضفة التانية ضفة سمر وبتشوف بقى مناصرين سمر معايفش إيه مناصرين دي حاس إن أنا متكبر الموضوع جداً بس ما علينا نكمل يعني مناصرين سمر بيقولوا لك هي بقى يا معلم هتلاقيهم بيقولوا إن والله سمر من البداية كانت واضحة جداً وإنها كانت قالت له أنا مش عايزة شيء جاد في العلاقة دي وهو وافق على كده بس بعد كده هو أعضر في مشاعره بشكل مبالغ فيه وهو اللي يتحمل نتيجة الموضوع ده فعشان كده هو اللي يتحمل نتيجة أفاعله تشدق اقتنعت بس لا 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 مش كده خلينا نفكر شوية في النقطة دي ونفهم واحدة واحدة اللي حصل من البداية وخلينا نبدأ بالتسلشل الزمني اللي الفيلم مماشينا عليه بنبدأ باليوم المتين وتسعين بنبدأ الفيلم بالمشكلة اللي حصلتنا بينهم وطوم بيقول إنه لازم يرجعها ليا صمر إيه بعد ما انفصل بعدها بنرجع لليوم الأول اللي توم بيشوف فيه سمر وبيعجب بيه وبيحاول يدفت انتباهها وكل التعمل اللي احنا شفتنا في الفيلم دوت في البداية بعدها بنروح لليوم اللي صاحبه وهو سكران بيقول لها إنه معجب بيها في السر فبيتفقوا هم اللي اتنين إنه معجب بيها كأصدقاء فقط لحد هنا والكنام حلو جد مع دعب كام يوم بقى بالتحديد اليوم الواحد وثلاثين يحصل إيه بقى يا معلم صمر بجبوس توم فوضة التصوير طيب يا غالية احنا مش لسه متفقيت من شوية إننا صحاب بس يعني يقول لها الكلام ده ليه بتدينه الأمل طيب يعني ليه بس إيه ما حالين يعني عدهالك ومش هقول إنك توكسك في الحتة دي وإنك اللي خدت الفيرس تستب في الموضوع كله المهم بعدها بكام يوم بالتحديد اليوم الخمسة وتلاتين وده اليوم اللي هما اللي اتنين فيه راحوا ايكاة واللي قالتلو فيه إنها مش عايزة شيء جد في العلاقة دي وهو وافق بدفع إيه إنه مش هي معايا خلاص بقى مش مهم المسميات بقى التانية فاهم فإيه الدنيا بتمشي يعني وكله ماشي زي الفل والدنيا بينهم لذيذة وخروجات بقى والحاجات اللي إحنا شفناها دي ونوصل لليوم بالتحديد المية وتسعة اليوم الذي تغير فيه كل شيء بالنسبة لتوم عشان يومها سمر بتحكيله حاجات أول مرة تحكيها لأي حد فمن ساعتها بقى بيحس توم وقتها إنه مميز عن أي حد هي عرفته قبل كده وبيبدأ يتعشم أكتر وأكتر لحد ما في يوم كده بيتخانقوا اخناء كبير وبيخصموا بعض لفترة طويلة كده وتوم بيفضل ثابت على موقفه ومش بيكلمها لأنه مصر برضو على إنه عايز يدي تايتل للعلاقة اللي ما بينهم أو للشيء اللي هم بيعملوه يعني لحد بقى مية اللي بترجع برجلها والمرة تانية هو سمر رجعت برجلها وتوم بيسألها نفس السؤال اللي إحنا فيه ده اسمه هي يا سمر يا سمر أنا عايز حاجة تضمني استمرارية مش أكتر يا سمر يا سمر عايب كده يا سمر احترمي نفسك يا ولية احترمي نفسك يا ولية في بقية المشهد بقى إحنا عارفين اللي حصل وتوم بيرجعها تاني هنا بقى هنقف شوية ونتأمل في اللي حصل كلنا متفقين إن سمر في تركة الحالة تكسك عمالة تديله في الأمن وتحسسه إن هو شخص مميز يعني ولما هو بيعد راحت هي اللي رجعتله وكل دي بوادر تكساكة معروفة وواضحة حدش يقدر يختلف عليه يعني كان أي مساء عائل تعمل الله غلط وانا من انت بقى جبت حميه ما ما نمتعش تعمل حاجة دي راح كلام واضح إنما بقى اللي مش واضح هو إن توم برضو غلطان في النقطة دي وإنا بقى نبدأ نختلف والخناءات هتبدأ تدور كلها يعني ليه؟ أو هتسألني إزاي يعني؟ أقولك خلينا نرجع تاني للمشهد اللي سمر فيه رجعتله البيت عشان صالح في تلك اللحظة بقى توم ما كانش لازم يسمح لها ترجع فهو هنا يقع عليه جزء من الخطأ إنه سمح لها ترجع مع إنه برضو ما ضمنش إنها هتفضل مكملة معاه كذلك برضو ما كانش ينفع يوافق على فكرة إنه ما يبقاش بينه شيء جد من الأول أساسا من مشهد آي كير هنا بقى توم يقع عليه الخطأ ويا أصدقائي بكده نكون توصلنا لنتيجة شبه نهائية وهي إن الاتنين غلطانين سمر بالتأكيد توكسك وتوم غلطان بسبب اندفاعه وحماسه وعدم تفكيره قبل اتخاذ أي قرار في العلاقة دي أو في الشيء اللي كان بيحصل بينهم دا كده إحنا جاوبنا على السؤال الأول واللي في الحقيقة مش كفاية عشان نفهم الفيلم بشكل كويس السؤالي التاني بقى في الحالة بتاعتنا دي وهي فكرة هو توم فيه إيه وحش عشان سمر فجأة تقرر يعني إنها هتتجوز واحد قبلته صدفة تقريبا في الكافية حاجة كده السؤال ده مثير وذاكي كده لأننا بكده هناخد رحلة بحثية في شخصية سمر ومن بداية الفيلم هتلاقي إن الفيلم بيقولنا إن سمر من وهي صغيرة متأثرة بفكرة انفصال ولديها عن بعض وإنها مسؤولة من نفسها والإيجو بتاعها زي ما تقول كده عالي جدا بسبب إنها عندها إيه جاذبية كبيرة جدا جدا كانت تخش أي مكان تأفله فعلم بالمعنى الدارج بتاعنا فسمر بسبب التروما اللي عندها من وهي صغيرة في حتة العلاقات ديت أصبحت شخص مستقل زيادة عن اللزوم أو بيسموها ايا كان يعني اسمها بالانجليزي يعني مسؤولة من نفسها وده بالتالي بيؤثر على الشخص ده لما يكبر في حتة العلاقات ويسبب له مشاكل كتير وأزمات نفسية يعني وأزمات ثقة وفي الغالب الناس اللي بيبقوا معتمدين على نفسهم زيادة عن اللزوم بيرفضوا طلب المساعدة من أي حد وبتتطور عندهم فكرة ملل اتخاذ القرارات أو اسمها بالانجليز برضو وبتبقى نتيجته في النهاية لو الديسيشن فتيج نقص في تنظيم المشاعر فاحنا بقى بنشوف ده في صمر نلاقيها في مرة تقوله نبقى صحاب وبعدها تبادر بأول خطوة لما بسيته في مشهد المنضاع أو في أين كان يعني تعرف اللي حصل ويتخصمه وهي ترجع فهم ومن أضرار ملل اتخاذ القرارات ده إنه بيخلي الشخص يتصرف باندفاع ومن وجهة نظري ممكن يكون ده عامل من العوامل إنها اتجوزت بسرعة فهي كانت عاوزة حد ياخد زمام العلاقة وياخد القرارات بدلها في نفس الوقت زهقت من أخذ القرارات فممكن نقول إن كان فيه اندفاع من ناحيتها وحاول اتبرره إن القدر هو اللي قام بالموضوع ده وإنها اتجوزت عشان يعني القدر عايزها تعمل كده فإحنا هنا فهمنا ليه سمر طول ما كانش ينفع عليها عيدلك تاني سمر شخصية عندها تروما من وهي صغيرة من فكرة انفصال والديها فهي عندها مسئولية زيادة عن اللزوم في نفسها فبتتخذ كل القرارات في حياتها فالشخصية دي بتوصل لمرحلة إنها بتمل من اتخاذ القرارات مش بيبادر بأي شيء في العلاقة زي توم إن احنا شفنا توم أي يعني عمرنا ما شفناه في الفيلم بيبادر أو بيبدأ بأي حاجة هي اللي عملت الفرستستيب هواي هي اللي صلحته لما تخانقه في مشهد القطر هي اللي قامت وقعدت جنبه فهم الفكرة فإحنا عمرنا ما شفنا توم بيبادر بشيء أو بيقول شيء حتى عرفت إنه معجب بيها من خلال صاحبه لما كان سكراته يعني هو ما كانش هيقول لها أصلا فهي ما كانتش عايزة شيء جاد في العلاقة ديت لإنها ما شافتش في الشخصية اللي هتاخد زمام العلاقة وتتخذ هي كل القرارات عشان هي تعبت من الموضوع دي وبكده نكون فهمنا علميا ليه سامر مردتش تتخذ توم بجدية في العلاقة وده كلام تقدر تسرش عنه يعني امسك المصطلحات الإنجليزية اللي أنا قلتها دي تسرش عنها في علم النفس وهتفهم يعني شوائي وبكده بقى نكون جاوبنا على فكرة توم فيه إيه وحش عشان هي ما تتجاوزونش وتتجاوز للشخص التاني ده وبرضو قول لي رأيك في الكومنتات انت شايف مين صح ومين خطأ وهل تتفق معايا أو تختلف وبرضو إيه خلي فيه نقاش يعني يعني برضو قامل اعتبار دي الكلام اللي أنا قلت وخليني دلوقتي ننتقل لفكرة تانية في الحلقة نتكلم فيها عن بعض فنيات وتفاصيل الفيلم نتحاني ايه بقى شوائي فاهم ونبدأ الأول بفكرة ان دي مش قصة حب اللي احنا بنتفرج عليه ده ما كانش علاقة حب هي قصة عن شاب بيقابل فتاة وخلصت على كده زي ما شفنا في الأول وده برضو شيء مهم لازم نفهمه في البداية عشان نعرف نحكم بوجهة نظر محايدة شوائي ولكن هعملنا العكس احنا اندفعنا زي ما تهم اندفع في العلاقة وحكمنا بسرعة على الفيلم فبيبدأ الفيلم بتاعنا واللي بيسرد لنا الأحداث على هيئة أيام وكان جنب رقم اليوم اللي كان بيبقى ظهر على الشاشة ده كان فيه شجرة والشجرة دي بتعبر عن حالة العلاقة وقتها مثلا مزدهرة نفهم من كده انهم ايه في خضم العلاقة دلوقتي والدنيا بينهم زي الفل مثلا الورق الاصفر اللي هو بيبقى في الحريف كده نفهم ان الدنيا بينهم بدأت ايه تتوتر شوية والعلاقة اوراقها بدأت تتساقط والفاكرة دي بيه الزبط موجودة وتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل في فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind تقدر تشوف الحلقة من الآية اللي هتظهر لك دي حلو جدا في المشهد اللي كان فيه سامارو توم في محل الاستوانات الموسيقية كان فيه توم لابس تشيرت مكتوب عليه بالنص Love will tear us apart او بالعربي بقى الحب سيفرقنا وده اللي حصل بالفعل في الفيلم وعلى سلة الاستوانات الموسيقية فيه تفصيلة حلوة قوي وهتعجب على طول الفيلم كان فيه زي فرقتين موسيقيين تم استخدام غنيهم في الفيلم اولهم طبعا دا سميز اشهرهم والتنين كانوا اتنين اسموهم سايمون وارفنكل او ايان كان اسمو بتنطق ازاي بصراحة اللي هم غنوا الاغنية دي يعني المشترك بقى بين الفرقتين دول المشترك بينهم يا معلم ان الفرقتين دول من بعد ما كانوا مجتمعين وحلوين وبيحققوا نجاحات كتير مع بعض حصل في كل واحدة فيهم خلاف وانفصلوا عن بعض دا سميز انفصل والتنين التانين انفصل اشان مش هادنطق اسموهم بقى وهنا دي حاجة بيسموها فور شادوينج على العلاقة بتاعت بطلنا او بالمعنى الحرفي تنبؤ للي هيحصل للعلاقة بين سمر وتوم في الفيلم وقد عندك تفصيلة كمان وهي لما توم كان مكتئب وبيروح السينما وكنا بنشوف توم ذات نفسه في الفيلم اللي بيتفرج عليه في السينما ودي تفصيلة حقيقية ذكرها مؤلف الفيلم وقال انه كان دايما في فترات حزنه كان بينغمس جوه الافلام والموسيقى الحزينة وكان دايما بيشوف نفسه جوه الافلام دي عشان كده شفنا تاكسيد ده على الشاشة في السينما او في الفيلم لان احنا عارفين ان القصة 70% منها حقيقة وانها حصلت يعني من المشاهد برضو المحايرة بالنسباني هو المشهد ده لما توم خرج مع واحدة ما يعرفهاش وبدأ يكلمها عن سمر ويحكي لها المشكلة وكل الكلام فجأة في اخر الحوار كده لقينا ان البنت دي بتسأله تلات اسئلة كده واربعة وكانت اجابة توم على التلات اسئلة بالسلب ده هو ولأ فالبنت نظرتها ساعتها كانت غريبة الوقت حسنا بتقول كده من تحت لتحت ان العيب فيه كانت يا حبيبي يعني يعني ما عملتش حاجة يعني صعبش بالزبط كده يعني فبير ما احناش هرح نفهم فبرضو ما ننساش ان فيه جزء تتحمله سمر من الخطأ والجزء ده توم كان ممكن يصلحه لو كانت شخصيته مناسبة لشخصية سمر اللي زهقت من كتر اتخاذ القرارات زي ما قلتلك ولكن توم ما كانش الشخص اللي هيتحمل مسئولية العلاقة بالكامل عشان كده ما كانش ينفع لسمر ولا سمر كانت تنفع لتوم عشان بس ما نقولش ان طرف كان غلطان والطرف التاني لا في النهاية يا صديقي انا مقدر غضبك حاليا من فكرة انك كنت شايف نفسك توم في يوم من الايام وكنت كاره سمر لدركة كبيرة جدا ولكن اوقات هيقع عليك جزء من الخطأ ومش دايما الشخص اللي هتحبه وهو الشخص اللي هيكون مناسب ليك او هو اللي هيخلي حياتك سعيدة وهيغيرها للاحسن زي ما توم كان فاكر يعني اذكر انك متبقاش مندفع زي بطنة بمشاعرك اتجاه اي حاجة وحاولت تحافظ عليها عشان لما اي وقتها تعرف تستخدمها بالشكل الصح ما تنساش برضو نهاية الفيلم لما شفنا بطنة لأول مرة وهو بيبادر وبياخدوا الخطوة الاولى في علاقة جديدة مع شخصية مختلفة عن سمر اصلا واللي هي حتى اسمها اوتومان اللي هو الفصل الفصل تاني اصلا اللي هو الخريف يعني فمنين نفهم ان العلاقة دي يمكن هي اللي فيها امل ويا صديقي اخر شيء هقوله لك بجد في الحلقة دي ان لو في فصل زي الصيف مثلا من حياتك انتهى فسيبه ما ينتهي وانتقل على الفصل اللي بعده وما تعملش زي بطنة اللي خلى فصل الصيف بتاعه يستمر لمدة خمسمية يوم وبس كده